أعلنت وزارة الخارجية المصرية يوم الأحد أنه نظرا إلى توسع نطاق وحجم الهجمات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين باستمرار اتخذت مصر هذا القرار لكن الوزارة لم تكشف عن الإجراءات المحددة التي ستتخذها بعد ذلك هذا وقالت حماس في اليوم ذاته إنها رحبت بدعم مصر للدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ومن جانبه لم يرد الجانب الإسرائيلي على ذلك الجيرل بالذكر أن مصر كدولة كبرى إقليمية وقعت معاهدة السلام مع إسرائيل في عام 1979 حيث أصبحت أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وذكر الدبلوماسي الإسرائيلي البارز آرون لير أن العلاقات مع مصر تعد بمثابة حجر الزاوية في علاقات إسرائيل مع دول الشرق الأوسط أما هذه الخطوة من مصر فتشكل ضربة دبلوماسية لا تصدق لإسرائيل وينبغي على إسرائيل أن تأخذ هذا الأمر على محمل الجد يذكر أنه في 29 ديسمبر العام الماضي رفعت جنوب إفريقيا دعوة أمام محكمة العدل الدولية تهمت فيها إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وفي 26 من يناير هذا العام أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة ملزمة تقتضي من إسرائيل الامتثال لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ومنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة لكنها لم تأمر إسرائيل بالتوقف عن عملياتها العسكرية في القطاع وفي العاشر من الشهر الجاري حثت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية على إصدار أمر يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية على رفح وسحب قواتها